هلا وفريباري ماي نيم اسم مستر محمد فكري انا مهير تهيب يو انجوي لانجوي 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 لانجو مستر مهمة في الليسن اللي فات كنا اشتغلنا على الـ number of solutions واشكالهم المختلفة وعرفنا انه ياما فيه one solution في حالة الانترسكشن او zero solutions في حالة الـ parallel او infinite number of solutions في حالة الـ coincidence اللي هم ركبين فوق بعض وكان عندنا هومو بيقول لي complete the following if there is only one solution for the two equations x plus 2y equals 1 and 2x plus kx equals 2 then k cannot equal تعالوا مع بعض نمشي واحدة واحدة ونفهم ليه اصلا l cannot equal هو بيقول لي there is only one solution ارجع بقى للتابل اللي قلنا نحفظه كده هو التابل اللي احنا بنحفظه كان بيقول ايه على الone solution كان بيقول ان هما intersect وكان شرط الانترسكت ايه ان slope 1 does not equal slope 2 يعني m1 مش equal m2 عشان كده الكي في رقم معين ما ينفعش تبقى هي equal الرقم ده نجيبه ازاي واحدة واحدة هاتلي سلوب الاولاني ازاي بنجيبه من الرول negative coefficient x over coefficient y او negative 1 over 2 جميل السلوب التاني بقى نجيبه ازاي negative 2 over k جميل الكونديشن بتاعي ايه one solution يبقى ده مش equal ده يعني اقدر اقوله كده ان negative 1 over 2 does not equal negative 2 over k طب وdoes not equal دي اتعامل معها ازاي كأنها equal بس هي does not يلا يبقى الكي does not equal ايه ها 2 times negative 2 over negative 1 cross multiplication تطلع معي بكام بفور يبقى k does not equal 4 كده انت حلتي الكمبيت بتاعك ندخل بقى على part 3 بتاعت اللاسن دي احنا اشتغلنا في ان احنا نعمل solving the two equations مع بعض graphically وعرفت اشكالهم المختلفة اللي هي intersect parallel وcoincident طب اعملي بقى احاول حلها algebraically من غير مرسم ركز معي قبل ما نبدأ خالص هل انت فاكر النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم في التابل اللي قولنا نحفظه ارجع وبص على التابل كنا قولنا ايه يا اما y equal mx plus b يا اما ax plus by y equal c حلو جميل هتلاقي عندك نوعين في الحل الالجبريكلي اول واحد اسمه substitution ما تستخدموش في اي وقت وخلاص عشان ما تعملش زحمة ازاي لو انا جالي ان نوعين بتوع الاكواجن مختلفين يعني واحدة مثلا y equal mx plus b والتانية ax plus by y equal c دول شكلين مختلفين خش على substitution على طول بيعمل ايه؟ انت عارف يعني substitution يعني تعويت اعمل ايه بقى؟ هاخد البسيطة اللي فيهم اللي هي y equal حاجة تعالوا نبص على الاكزامبل بيقول لي y equal 3x plus 4 and 2x plus 4y equal 2 اقوم جاري بسرعة على y equal واخدها كده مش دي y equal حاجة جميل الحاجة دي حطها جوا براكت دي اول ستاب واعمل ايه بقى؟ اخد البراكت ده اللي هو بتاع الواي دي ارني مكان الواي اللي هناك مش y equal الكلام ده؟ حلو اخد الكلام ده وحطه مكان الواي اللي هناك فهتعمل ايه بقى؟ هتقول لي اليمين بقى اللي هي الاكواجن اللي في اليمين دي ايه؟ 2x plus 4y بدل الواي هكتب ايه؟ البراكت اللي انا كتبته ده اللي هو 3x plus 4 جميل equal cam 2 كده انت دخلت الاكواجن الاولانية في التانية عملت لها substitution طب حل لو لاحظت بقى الاكواجن الجديدة فيها ايه؟ فيها اكس بس دي سهل قوي يلا نفك 2x plus 4x3 بقام 12x plus 4x4 16 equal 2 جميل يلا 2x و12x بقام 14x حلو وفي هنا 2 برا ورميلها 16 بقى وديلي الارقام هناك يبقى 2 minus 16 يبقى 14x equal negative 14 ديفايدت بقى 14 ما انت عارف اودي دي هناك بالديفيجن يبقى x equal cam negative 1 خلصت المسألة؟ لا ما خلصتش عشان دول ايه؟ 2 lines واحنا قلنا 2 lines الانترسكشن بتاعهم اللي هو solution set point of intersection وpoint يعني x و y يبقى نعمل ايه؟ نجيب ال y يبقى اوة هتنسى في الموضوع ده لما تيجي تحل 2 equations ما تقفليش عند ال x رحت ال y اجيبها منين يا مستر؟ ما تبص فوق ما انت عندك y equal 3x plus 4 وال x بكام ب negative 1؟ يعني 3 times negative 1 plus 4 فال y تطلع معاك ب 1 يلا نكتب solution set equal افتح ال set ها هتكتب ايه؟ ordered pair لانها point وحط ال x و y negative 1 و 1 كده انت عرفت اول طريقة تعال ناخد example عليها بيقولك find the solution set of the following equations y equal x plus 4 and y plus x equal 4 يلا مع بعض اعمل ايه؟ شبه بعض؟ لا يبقى اشتغل substitution substitution يعني اجري على المين على y equal وحط لها bracket بقت ايه y equal؟ وبركت كده x plus 4 وبعدين ابص على التانية فين ال y اشيلها وحط مكانها البراكت فبقت x plus 4 plus x equal 4 نشتغل بقى يلا ها x و x يدوني 2x plus cam plus 4 equal 4 ارميل الفور هناك بال- يبقى 2x equal 0 divided 2 يبقى x equal 0 ها؟ ومنساش اروح اجيب مين بقى؟ اروح اجيب ال y ازاي؟ اطلع substitute 4 يبقى y equal 0 plus 4 يعني ال y ب 4 solution set افتح set وحط ordered pair وحط جواها ال x وال y اللي هي 0 و 4 اظن ال substitution كده بقى سهل تعال بقى ناخد الطريقة التانية الطريقة التانية اسمها omitting او بمعنى اخر معناها elimination يعني بالعربي كده الحذف احنا بنرمي حاجة بنحذفها وتعال ببص على steps هتفهم احنا بنحذف ايه؟ دي بنستخدمها امتا بقى؟ مش الاولانية لو هما الاثنين مختلفين دي بنستخدمها لو with two equations in the same form شبه بعض يالي اتنين y equal mx plus b يالي اتنين ax plus by equal c example بيقول لي y minus 3x equal 4 and 2x plus 4y equal 2 ايه ده؟ الاكسات والوايات في ناحية وفي رقم الاكسات والوايات في ناحية وفي رقم دي اللي هي general form شبه بعض اه يبنى هشتغل ايه؟ omitting او هشتغل elimination ازاي؟ واحدة واحدة بقى وركز معا في ال steps اول حاجة خد 2 equations حطهم تحت بعض بس بالترتيب يعني الاكسات مع بعض الوايات مع بعض والارقام مع بعض فهتتحطي كالقاتي y minus 3x equal 4 والتانية 4y plus 2x equal 2 حطيتم تحت بعض تماما تاني حاجة ناقب راحتك بقى تختار الواي ولا الاكس حسب الارقام اللي قدامك والله انا شايف ان الواي هنا 1 وهنا 4 والواي دي قدر احولها الفور ازاي؟ بان انا عمل لها times 4 انما الاكس فيها 3 و2 كم times 3 equal 2 ماينفعش ولا كم times 2 equal 3 مش نفع خلاص انا اختار الواي حلو هعمل ايه؟ خلي الصغيرة زي الكبيرة هنا y واحدة وهنا 4 فاللي فوق دي هعمل لها times 4 times 4 لي مين؟ للاكواجن كلها ما انتوا لو عملت الواي بس يبقى بواسط الاكواجن يلا بينا لما اعمل times 4 هتبقى فور واي مينس 12x equal 16 والتانية زي ما هي حطها فور واي بلس 2x equal 2 خلاص الواي بقت زي الواي؟ اه اعمل مينس للاثنين اكواجن يعني ده مينس ده فالفور واي مينس فور واي طيارة الواي عرفت ليه بقى كنا بنقول الالمينيشن؟ لاني بطير واحد منهم الواي طيب وناجتف 12x مينس 2 والنبي ما تطلخبك كالكوليتر وكتب ناجتف 12 مينس 2 عشان ما تطلخباتش في الامتحان هتطلع ناجتف 14x equal ها وبعد كده عندك 16 مينس 2 equals كام equal 14 يبقى ناجتف 14x equal 14 يعني الاكس بكام بنيجتف 1 وصلنا لل اكس خطوة لبعد كده فاكرانها نجيب بقى الواي عجبها منين؟ من اي اكويجن فوق فيها واي براحتك نقي ما تفرقش انا هختار اي واحدة واعوض فيها مثلا الاولانية فهتبقى واي minus 3 times negative 1 equal 4 فالواي هتطلع معايا ب1 فاضل ايه؟ solution set افتح set حط ordered pair عشان دي point وحط الاكس والواي negative 1 و 1 دي فكرة الالميشن ناخد كمان example على الالميشن عشان نعرف نحل بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي برضو solve the following equations 3x plus 4y equals 11 and 2x plus y equals 4 اول step هبصت عليهم شبه بعض ايوه نفس الفورم اعمل ايه؟ حطهم تحت بعض حطناهم يا سيدي ها بصيلي كده الاكسات فيها 3 و 2 ارقام وحشة مش عجباني طب والتانية 4 و 1 اه حلوة دي هاخدهم 1 دي وعمل لها times 4 يلا عملنا لها times 4 فهيطلع معايا 3x plus 4y equals 11 الاولانية زي ما هي والتانية 8x plus 4y equals 16 ما تنساش times 4 لكله طيب بقت ايه شبه ايه؟ ال y زي ال y او معامل ايه؟ subtraction يلا subtraction بقى برحتك يعني خليك زكي ما تعمل ليش 3x minus 8x ممكن اعمل 8x minus 3x يعني مش شرط تعمل اللي فوق الناقص اللي تحت الكبير نقص الصغير وخلاص فهاخد 8x minus 3x تديني 5x وطالما اخدت من تحت الفوق يبقى برضو من تحت الفوق 16 minus 11 equal 5 جميل؟ يبقى عندي 5x equal 5 يعني ال x بكام ب1 ها؟ اطلع بقى فوق في ايه حتة؟ ارمي ال x يطلع لل y يبقى 2 times 1 plus y equals 4 يعني ال y تطلع معايا بكام ب2 solution set افتح set حط ordered pair حط ال x وال y 1 و 2 وكده انت جبت solution set كده انت عرفت الطريقتين substitution و elimination طب هو لازمته ايه بقى الموضوع ده كله؟ هقولك انا تعال ناخد كده application على الموضوع عشان نفهم بيقول لي if the number of the teams participating in the African cup of nations بطولة الامم الافريقية فيها teams بتلعب كام 16 teams حلو عندي 16 فرق بيرعب and the number of non Arab teams يبقى عندي فرق مش عربية كام is 4 more than 3 times the Arab teams واحدة واحدة كده انا عندي فرق عربية وفرق مش عربية وفي relation بينهم كده هو كاتبها لي اول ما تشوف علاقة بين حاجتين تبدأها ازاي هقولك تاخد الصغيرة فيهم وتحطها بx حفظها كده مني الصغيرة فيهم وحطها بx فدلوقتي بيقول لي number of non Arab teams is 4 more يبقى واضح انه الارب هم القليلين احط الارب في جنبي كده واكتب عليها x جميل ويبقى التاني على طول y يبقى ديب y وديب x نمسك بقى number of non Arab teams is يبقى y y و is يعني ايه في المات يعني equal كامل four more يعني ايه four more يعني four plus نكتب four plus three times the Arab teams يبقى three times x يبقى y equal four plus three x خلاص انا كده عرفت الاكواجن الاولاني كمين طب هو فيه اكواجن تانية اه بص المسائل دي دايما اللي بيقى فيه حاجتين بيوم حطط لك معلومة في النص بيقولك ان ده توتل هو مش قالي في الاول انه كلهم على بعض 16 اه يعني يعني ال x كلهم اللي هما الارب وال y اللي هما النان الارب كلهم على بعض بكام ب 16 يبقى x plus y equal 16 ودي الاكواجن التانية اللي مستخبها في الاول بقى عندي كام اكواجن اتنين طالب مني ايه بقى في ايكواجن اتنين يعني عايز مني الاكس بتاعت اللي هي الارب تيمز احليها ازاي نحط ونبص على two equations عندي x plus y بن 16 وعندي y equal 3x plus four نوعين مختلفين ولا شبه بعض نوعين مختلفين هشتغل ايه سبستيتيوشن ازاي y equal احط لها bracket هتطلع bracket واروح حرميها مكان ال y الهناك فبقت x plus والبراكت بتاع اللي هو 3x plus 4 equal cam equal 16 اعملت سبستيتيوشن نحل بقى x plus 3x بكم 4x plus 4 equal 16 ودي ال 4 هناك بقت 4x equal cam 12 اعمل divided 4 x equal كده 3 دي اللي هي مين number of a of arab teams يا اخي مين انا هزودلك واجبلك ال non arab اللي هو مين ال y هرجع عوض فوق في اي حتة اللي هي ال y equal دي مثلا فهتبقى 3x3 plus 4 equals ال y يعني 3x3 plus 9 plus 4 ب13 يبقى ال non arab teams ب13 وحد تاني يقولي انت عوضت ليه ما انت عارف ان كلهم ب16 والارب كان ب3 16 يعني 16 minus 3 plus 13 هقوله صح بس انا حبيت عوض عشان اتاكد ان ال equation بتاعتي مزبوطة كده انت حلتي ال example ده طب ما نيجي ناخد كده ايه مع بعض application كمان بيقولي ايه two acute angles in a right angle triangle واحدة واحدة وفرمل معاه كده مش قال لي right angle triangle اه ارسموا فيه angle بكام ب90 دي انا عارف نوح ايه right وبيقولي التانيين two acute اللي هم الاتنين التانيين ما هو في واحدة ب90 والاتنين التانيين بأكيوت هسمي واحدة x والتانية y لأ وفيه معلومة كمان ايه هي هو مش ده triangle اه sum of angles بكام 180 ارمي ال right اللي هي ب90 يتبقى كام 90 يعني الاتنين اكيوت دول السم بتاحهم بكام ب90 شوف جملة واحدة طلعنا منها معلومة احطا في جنب كده في note two acute angles النا right angle triangle يبقى x plus y ب90 هدي معلومة نكمل the difference between their measures يعني x minus y is 50 يعني x minus y equal ايه 50 كميل بقى عندي كام equation اتنين واحدة بتقولي x plus y ب90 و x minus y equal 50 اعمل ايه حطهم فوق بعض لانهم شبه بعض هشتغل elimination بصلي كده واحدة x و x والتانية positive y و negative y و 90 و 50 وانا هشتغل elimination يعني اطير حاجة طير ازاي مش عندك y و negative y اه لو عملتنهم addition يطيروا مع بعض مش one و negative one ب zero two و negative two ب zero يبقى y و negative y ب zero يبقى اعمل addition x و x يتوني ايه two x y و negative y طارت 90 plus 50 equal 140 اودي two هناك بال division فتديني ال x equal كام 70 وطالما ال x ب 70 ال y تطلعلي على طول بكام ب 20 اللي هي 90 minus 70 وكده انت جبت two a angles 70 degrees and 20 degrees وحلتها طب ما تيجو ناخد كمان example بقى خراني عشان ايه نلقط الموضوع بيقول لي ايه if the sum of ages of احمد and اسامة is now 43 years old خلاص يبقى احمد هنقول عليه مثلا ايه x و اسامة هنقول عليه y الصن بتاحهم اللي هي x plus y بيكام 43 years and after five years the difference between their ages will be three years يعني ايه after five years يعني احمد هيكبر خمس سنين واسامة برضو هيكبر خمس سنين يبقى احمد بقى عمره كام x plus five واسامة y plus five ما لهم بقى a difference بتاحهم اللي هي minus بكام بثري يلا بينا يبقى x plus five minus y plus five equal three ما تنساش لو بتعمل minus لحاجات مع بعض لازم تحط لها bracket لو ما حطتش bracket هيطلع معاك الانسر مش مظبوط يبقى x plus five جوه bracket y plus five جوه bracket حلو جدا نفك بقى البركتات الزحمة دي عشان اطلع حاجة بسيطة فهيقول لي x plus five minus y minus five عشان المينس فيروس بيخش على y بيخش على الفايف فهيطلع معاك x plus five minus y minus five equal three يعني x minus y equal three كده عندي two equations الى اولانية ايه بقى x plus y equal forty three وx minus y equal three واحنا قلنا ان دول سهلين واحدة plus y والتانية minus y عملهم addition بقت two x equal 43 plus three يبقى forty six طب divided two يبقى x equal كام twenty three جبت x رحت بقى y مشان عارف انه x plus y ب43 يبقى y equal 43 minus 23 equal twenty years old يبقى عمر احمد اللي هو x طلع بكام twenty years old وعمر اسامة اللي هو y طلع بكام twenty years old بيقول لي بقى find their ages after seven years يعني بعد السبع سنين كل عدى بعمره كام خلاص بسيط احمد كان 23 بعد السبع سنين هيبقى 30 years old و اسامة كان عنده 20 years old بعد السبع سنين هيبقى 27 years old كده انت شفت ثلاثة application in real life على موضوع ان انا حل في السنين اللي فاتوا الانواع بتاعتهم وكمان ازاي عملها graphically عايز بقى اديلك مسألة كده homework عشان تpractice عليها عشان نقدر نكمل unit مع بعض بيقول ايه بيقول two supplementary angles اظن دي لوحدها equation انت عارف عن ايه supplementary يعني السم بتاعهم بكم اه مضبوط 180 if twice of the major of the seven times the smaller اظن واضحة find the major of each of them هتكتب الاثنين equation وتحطهم تحت بعض كده وتشوف هتحلها ازاي كده احنا خلصنا اللي سن بتاع النهاردة هشوف كل مرة جاية وان شاء الله نحل الهومورك مع بعض كان معاكم مستر محمد فكر لمزيد من الاسئلة حل تدريبات كتاب الاضواء وتدريبات بنك الاسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع او ابل كيشن الاضواء واضغط على اسأل مدرسك واتتب سؤالك وهنجود لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الاضواء